السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بالمتابعات والمشاهدات عيد مبارك سعيد وكل عام أنتم بالفخير وصحة وعافية اليوم عندي لكم حلوة من حلوية العيد واللي هي حلوة باردة بثلاث مكونات فقط فنبدأ بالخليط الأول بالنسبة لخليط الأول محتاجين الكوكاو أو الفود السوداني محمر ومطحون أنا خليته بالقشرة ممكن تقوموا بإزالة القشرة هذا شيء اختياري ثم نضيف ليه الحليب المركز المحلى أو نيستلي يعني الكمية عينكم وميزانكم حتى تجمع عندكم هذا العجينة أو هذا الخلط بالنسبة لخلط الثاني محتاجين جوز لهند المبشور وأيضا حليب مركز المحلى أو نيستلي مرة أخرى نجمعه مع بعضهم حتى نحصل على خليط أو عجين بالنسبة لعجينة الفود السوداني فأنا قمت بعملها على شكل كرات صغيرة تقريبا في حجم الزيتونة أو أقل أصغر من الزيتونة بالنسبة لحشوة الأخرى حشوة جوز لهند فأنا أيضا قمت بعملها على شكل كرات ثم ناخد كرة من جوز لهند نبسطها في الكف ثم نوضع فيها كرة من الفود السوداني ونغلقها جيدا ثم نكورها باليدين بهذه الطريقة وضعتهم في أوراق الحلويات الصغيرة أو الأكواب الصغيرة وضعتهم في تلاجة ثم الآن ننتقل الزين بالنسبة لزين اختياري أنا زينته بالشكلات الأسود قمت بعمل خطوط فوق هذه الحلوة وممكن تعمل فقط نقطة صغيرة يعني ممكن تتزينه بأي طريقة هذا هو الشكل نيائي لهذه الحلوة أتمنى لفكرتنا الإعجابكم وتجربوها أشكركم جدا للمتابعة مع السلامة شكرا للمتابعة